أهلاً بحضراتكم من جديد وجمع عدنا دلوقتي مع فقرة التحكيم عشان نستعرف مع حضراتكم أبرز وأهم حالات تحكيم النهاردة كان فيه لقائين مهمين جداً أو اللقاء كان بين مصر وفارق واللقاء التاني الإسماعيلي والاتحاد ولكن في البداية نرحب حكمنا الدولي كابتن سامير واصمه منوارنا يا بوكبات أهلاً يا أضحى أخبرك إيه أنا تمام والنهاردة فيه حالات مهمة جداً وهنبدأ من الماتش اللي لسه منتهي منذ قليل الماتش الإسماعيلي والاتحاد كان بيقوده تحكيمياً كابتن محمد معروف الحكم الدولي وكان بيساعده كابتن يوسف البساطي الحكم الدولي وعودي يعيد مساعد تاني وهشام القاضي حكم رابع وعلى الفار مصطفى عثمان وبيساعده أحمد حامد فهيم نستعرف بقى الحالات مع بعض كده أقول لقاء يلا بينات دي مباراة طبعاً لإسماعيلي والاتحاد زي ما حضرك ذكرت طاقم الحكام بالكامل ونشوف الحالات أول حاجة عندنا ركل الجزاء تم احتسابها لصالح فريق الإسماعيلي تم احتساب ركلة الجزاء طبعاً في إعاقة واضحة بس السؤال ليك هنا يا قضى بقى ليه أنا يا كابتن؟ ليه كابتن هم تردوش ليه بقى في الكرة دي بصاً ما نشوف بقى ليه ما تردوش؟ الكرة دي فيها تنافس يا كابتن على الكرة برافو عليك بش حد السابق التاني برافو عليك أنجح؟ تنجح طالما أنه فيه تنافس خلاص مش هيبقى فيه كارت أحمر بسي قنون ده لسه جديد يعني قنون ده لسه ده جديد برافو عليك دي من ضمن التعدارات الجديدة طالما فيه تنافس على الكرة حتى لو رايح على المرمى يبقى خلاص لا يتوجد ركل الجزاء وديه الحالة الأولى عندنا الحالة التانية سقوط لعيب نادي الاتحادس كندري وعاوز ركل الجزاء بسما نيجي نبصه طبعاً النقاز لعبي الإسماعيلي حالة تالتة مهمة جداً خاصة بعضاي عيد عضاي عيد ده المستدح حكم رقم اثنين النهاردة كان التواجد بتاع شمال سينا كان عالي محمد معروف حكم مباراة وعضاي عيد زيميلو من سينا برضو تميز من عضاي عيد لا يوجد تسلل لحظة لعب الكرة كان آخر تاني مدافع من الإسماعيلي كان مظاهرة طبعاً خط ده يعني مالوش كلهم عشان كانت من الأول من بداية اللعبة وقرار سليم لمعروف وطاقم الحكام بالكامل بيبهم في يوم حكام الـ VAR دي كرة خداعة جداً خداعة الكرة بقى دي اللي حضرك بتقول عليه خداعة من رقور الناس كلها بتركز مع آخر تاني مدافع ونسوا الكرة مسابقة ولا لأ الكرة دي مركبة أول حاجة لحظة لعب الكرة عضاي عيد مساعد حكم رقم اثنين واقف مع آخر تاني مدافع طبعاً حضرك عارف إيه آخر تاني مدافع عندنا المدافع الأولاني المفترض هو حارس المرمى وده التاني اللي هو المدافع بتاعد نادي الاتحاد لحظة لعب الكرة كرة إيه؟ كرة سبقى يعني الكرة معدية من قدام النجاز وواضح إن الكرة كده تمام يعني كرة مسابقة اللعبين خلاص إيبا كده خلاص مفيش تسأله برافو على حكام المباراة وحكام الفيديو برضو مصف عصمان وأحمد حمد فعيم وقبلهم عدعين نفعل من أول لقطة تباني اللي ممكن ينفعها شكت تمام طبعاً دي هنا حالة فنية ممتازة خطأ لصالح نادي الاتحاد اللعب ميسي فعلاً في عاقة قبل دخوله منطقة الجزاء وهنا طالما ده هجوم واعد يبقى إيه؟ انزار انزار برافو عليك انت كده انت لسبوع الجاية تخش بالاتحالات أنا تعلمت من حضرتك بعض المصطرحات ولكن دايماً بالنسبع كتير دي هجمة واعدة لا دي هجمة مؤكدة بس عندنا الهجوم الواعد انزار حرصة محققة طرت تمام ومرة تانية يكون عندنا وقت هنشرح بالتفاصيل بتاعته المباراة تانية نروح للمباراة تانية طبعاً اللي كانت موجودة نهاردة الصبح اللي كان بين المصري وفرقه كان بقودة تحكمية كابتن أحمد القلاوي وبيعاونوا كابتن خالد حسين وطبعاً كابتن رجب محمد مساعدة تاني وأحمد حمدي كحاكم رابع على الفار عمر الشلناوي الحاكم الدولي بالفار وبيساعدوا على صبري النهاردة كابتن حمد القلاوي متهيقلي القائمة الدولية أصرت علي كابتن مباراة تاني ولا ما أصرتش بص هو حمادة طبعاً من الحكام الوعدين اللي هيبقى مرة حكم دولي بإذن الله لكن محتاج برضو فيه شغل كتير طبعاً أكيد عدم ظهوره في القائمة الدولية المتقدمة للتحدث الدولي أعتقد أصرت بعض الشيء النهاردة في الحالات وهنشوف الحالات سريعاً في بداية المورة أول حالة مطالبة المصر ركر الجزاء عاوزين يشوف أول حاجة موقع حمادة على الشاشة كان هيشوف زاوية رؤية أفضل كان يشوف زاوية رؤية أفضل طب ليه حكم الفار هنا ما تدخلش عشان هو حكم الفار شايف أن الرجل ده تأديره كده في الكرة دي هنشوف فيه خطأ ولا لا أول حاجة طبعاً فيه تنافس على الكرة أو فيه تنافس على الكرة طب هل فيه دفع من لعيب نادي فارقه هنشوف عندنا دفع من حاجتين بداية من القدم اللي تحت وبعد كده من الإيد خلي بالك فيه هنا عندي خطأين الإيد فيه ستريتش فيه دفعه يبقى هنا فيه خطأ والرجل اللي تحت فيه برضو إعاقة يبقى فيه هنا خطأ من القدم برضو إنما هنا حكم المباراة كانت قراره لا يستمر اللعب وما داشت فرصة لحكم الفيار يتدخل أنا بتكلم عن الرجل الناس كلهم ركزة على الإيد يا أضا أنا بتكلم على الرجل الأول بتاع تشوف لعيب فارقه بالضبط بالضبط إن الكرة كان فيه تنافس عادل بين الاتنين بس القدم اليسرى بتاعت لعيب فارقه منعت لعيب المصر لوصوله كرة مش كده وبس بعد كده زائتش طب نشوف ركلة الجزاء اللي تم احتسابها ودي في الحالة التانية وعوزين نعمل مقارنطين سريعا دي لم يتم احتسابها لم يتم احتسابها حضرتك شايف نديه كان مفروض يتم احتسابها أنا لو في الحكم هصفر في دي ركلة الجزاء طب نشوف ركلة الجزاء تنافس على الكرة في دفعه ولا لا من العيف فارقه أما نشوف من الزاوية الخلفية في دفعه من عيف فارقه يبقى دي ركلة الجزاء تم احتسابها لكن دي تتحسبت يبقى لازم الأولية تتحسب طالما أنك كانت عندك معيار واحد ركلة الجزاء التالتة دي دي بصراحة عندنا هنا لعيب نادي فارقه لم لعيب نادي المصري بوضوح جدا ولعيب نادي المصري بيعمل يا قضاء بقدل اتنين بقدل اتنين بيدفع لعيب نادي فارقه هي مش عاوزة تحليل الكرة دي هنا بقى ممكن يكون الحكم ما شافاش قد يكون لكن حكم المباراة حكم الفيديو عمر الشناوي هنا بصراحة قد أفضل لقطة لأي حكم يتمنى يتمنى أن تجيله في موقف زي دي طب عمر الشناوي جاب ايه هل جاب له لقطة صعبة يصعب اتغاز القرار ولا جاب له لقطة سهلة تأكد القرار بتاعنا ندا حماد القلاوي وقال له تعالى شوف عمر بيهدوء بصراحة بص هنا بجيب له أو لقطة بيقول له خلاص ده عدة هل في خطأ من ليه فارقه لا طب لعيب نادي المصري عمل ايه لعيب نادي المصري بكل تأديه جاب هاله أنا هنا أحيي أنا بصراحة عمر الشناوي معه أحمد حمد فهين بس خاصة عمر هنا حكم الفيار وهو جاب هاله دفع عده له مرة ومرتين وثلاثة ومن زاوية رقم ممتازة أنا له حكم مباراة وما هي حكم فيار جاب لي اللقطة دي بعد المباراة لازم أشكره لكن كان قرار حمد القولوي عليها على متاستفهم أعتقد حمد من حكام الممتازين المباراة دي يعني تبقى درس مستفيد لحمد لأنه فعلا حمد حكم كبير بس النهاردة قد يكون مش في يومه قد يكون زي ما أنت قلت في البداية اللقاء بتأثره بعد ترشيحه القائمة الدولية قد يكون لكن الحكم الدولي لازم برضو يلعب تحت ضغوط حتى أنت لو كنت مترشح في قائمة الدولية وجاتلك ضغوط لازم يبقى فيه تركيز أكتر هنا رقل الجزاء لم يتم احتسابه لصالح فرقه حكم الفيار عمر عمل اللي عليه لكن حكم المباراة المفروض كان يتغذي القرار سليم ودي كانت آخر حالة فنية عندنا في المباراة طبعا هنا نزل وهيبين الناس كلها لا يا جماعة خلاص هنا عندنا أنا بقضي نصيح الحمادة عاوزك تركز في الالتحامات خاصة باليد عشان عندنا المشكلة النهاردة ثلاث حالات كلهم قرارات مختلفة عدم احتساب احتساب عدم احتساب أنا هنا دي نقطة بديلها كل المدربين المصرين والحكم الرابع أنا النهاردة أحمد حمدي ده الحكم الرابع من أفضل حكام أنا النهاردة لو حكم المباراة هديله سفر من عشر أحمد حمدي بعيد لك الحكم الرابع من أفضل حكام النهاردة لو موجود هديله سفر تماما ما تشوى الواجب اللي عليك عندنا كابتن علي ماهر وقف من منطقة فنية براء منطقة الفنية المنطقة الفنية اللي احنا شايفينها دي اللي متحددة ممنوع لأي مدير فني يعدي منطقة الفنية النهارده الدهوذي تسعين ديئة ما يعدي منطقة الفنية طبعا احمد حمدي فين واقف وانت شايف طبعا عملت ايه تقول حاجة بتقول يا كابتنة مثلا تلتزب منطقة الفنية تاني حاجة لو ماانتصالش قرارب النادي حكم المباراة لكن تقول light 90 ديئة براء ديام المشاكل طيب تدي نصيحة لكل المدربين الكلام مش لكابتن علي مهر طبعا كل المدربين بس قبل يعني انت بص إلى الكرة اللي فاتت دي لما تعيدها هذا كابتن علي مهر خلاص بقى رجله على خط التماس انا بدي نصيحة قبل ما دي للمدربين بدي الحكم الرابع لازم يعمل واجب بتاعه ليه انا بقول كده لان الحالات دي ممكن تعمل مشكلة ممكن تعمل مشكلة مع العيب الخاص مع المدرب هيدي فيه كرة هيعمل تاكلم نوحة وده الاتحاد الدولي قال لك المنطقة الفنية دي لازم يتحددها نبص على آخر كرة كابتن علي مهر خلاص بقت رجله جوه والحكم رابع دي رابع مرة أو خمس مرة لو ملتزمش لازم تقول للحكم المباراة لا خلي بالك دي عشان تبقى حاجة وطرائية للعيب وما تحصلش مشاكل طبعا قرار بيكون من الحكم ايه يعني الحكم لو اداله الاول يا كابتن ارجع منطقتك تاني مرة او بعد كده اللي بيحصل انزار تاني مرة بره خلاص انزار في طرد طبعا زي العيب بالزبط لازم يبقى في التزم احنا بنقول كده حليسا في بداية الدوري ومش عاوزين مشاكل الحاجات دي اوقات وبعض المباراة والنتاج بتبقى قريبة ممكن تعمل حماس زيادة يعمل مشكلة فمش عاوزين نخلق مشاكل لنفسنا خاصة احمد عمد ده بصراحة ملوجة نظم الحكام الممتازين لكن الحكم الرابع اللي يدور كبير جدا اللي هو لقد يكون ينقل مشكلة من قرض دي كانت نايت حالات النهاردة شكرا لحضرتك يا كابتن شكرا جدا لكابتن